تشعاري إليك يا مدينة السلام افتتح الموسم الثقافي في دار الثقافة حي الحديقة بتونس تضامنا مع أبناء شعبنا وحرصا على مواصلة الدعم الثقافي لفلسطين هذا أقل من نجمه تقديمه للشعب الفلسطيني والصغيرات نزرع لهم في القضية في أمخاخهم لأن الأعلام اليوم يحاولوا باعت فيهم على القضية كيف مواقع التواصل الاجتماعي قاعدت باعت فيهم على القضية والأفكار المغلوطة لقاعدة تصل لهم على الأقل نحاولوا بالفن نحاولوا بكل الطرق نزرع لهم القضية في أمخاخهم بشيكونوا جنبين جانبا مع الشعب الفلسطيني ساحب الحق وساحب الأرض وتخللت الفعالية ورشات مفتوحة حول القضية الفلسطينية ومداخلات شعرية ومعزوفات وطنية ومداخلة للأسيرة الفلسطينية المحررة مياسر عطيانية تحدثت خلالها عن تفاصيل معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الرسالة اللي حبيت أوصلها أنا للجيل اللي جاي للجيل الأطفال الصغار إنهم يكملوا المسيرة إحنا أطفالنا الفلسطيني بتقتل أطفالنا الفلسطيني عمالهم يتعرضوا للعدوان والعنف هي إيصال صوت الطفل الفلسطيني للطفل التونسي اللي هو متفاعل كتير معانا بقضيتنا وبحقنا الفلسطيني أطفال تونس دائما بيشاركونا بالمسيرات والتظاهرات هي إيصال رسالة مدى العنف والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني المرأة الرجل الطفل الفلسطيني من قبل العدو الصيوني لتلامس مشاعرهم وعقولهم أخواتنا أولاد قاعدين يعانيهم من الإبادة الجماعية ورب ينصرهم وإن شاء الله نصر الله قريب وتضمن الافتتاح معرضا للتراث الفلسطيني يحتوي على قطع من الثوب التقليدي وخرائط فلسطين التاريخية وذلك لدورها في ترسيخ الهوية العربية لفلسطين والتي يحاول الاحتلال طمسها لا يقتصر دعم تونس لفلسطين على الوقفات التضامنية فقط بل تحرص دور الثقافة ودور الشباب على تكثيف التفاعلات الثقافية لنصرتها لتلفزيون فلسطين حيات بن هلال تونس